بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله تمرين نهاية الأسبوع للسنة الرابعة ابتدائي لدينا في مادة اللغة العربية ولدينا في مادة الرياضيات إذن نبدأ أولا بالجزء الأول فيما خص مادة الرياضيات ثم اللغة العربية تابعوا معي إذن لدينا التمرين الأول إليك الأعداد التالية مطلوب مني أولا رتيبها تصاعديا مع وضع العلامة المناسبة إذن فيما يخص الترتيب هنا تصاعديا يعني نبدأ من الأصغر إلى الأكبر أحسنتم يا أبطال لدينا هنا كم من عدد العدد الأول الثاني الثالث الرابع الخامس لترتيب الأعداد نبحث عن العدد الأصغر نلاحظ أن لدينا طبعا نبحث أولا عن العدد الأصغر نلاحظ أن لدينا كل عدد متكون من كم من رقم لدينا الرقم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس من خمسة أرقام وهنا أيضا وهنا أيضا من خمسة أرقام إذن في هذه الحالة نبدأ من اليسار نبحث عن أصغر رقم في رقم عشرات الآلاف لماذا قلت عشرات الآلاف؟ لأن لدينا وحدات عشرات مئات آلاف عشرات الآلاف إذن هنا لدينا رقم عشرات الآلاف سبعة وهنا ثمانية وهنا ثلاثة تسعة ثمانية إذن ما هو أصغر رقم وهو ثلاثة إذن يصبح هذا العدد وهو العدد الأصغر نقوم بكتابته إذن هنا بعد كتابة العدد الأول مطلوب مني مع وضع العلامة المناسبة لدينا في المقارنة هنا عندما أقارن بين عددين لدينا إما علامة أصغر هكذا أو علامة أكبر أو لدينا يساوي هنا مطلوب مني وضع العلامة قال لنا تصاعديا إذن نختار العلامة الأولى إذن وهي علامة أصغر جيد بعد ذلك قمنا بكتابة الحدد نبحث لدينا بعد ثلاثة ماذا لدينا لدينا سبعة أم ستة أم ماذا إذن هنا ثلاثة لدينا سبعة إذن يصبح العدد الثاني ثلاثة وسبعون ألف واربعمائة وواحد وعشرون وهو العدد الثاني إذن لدينا الآن تسعة وثمانون ألف وستمائة واثنان وثلاثون تسعون ألف وستمائة واربعة وخمسون تسعة وثمانون ألف وستمائة واربعة وخمسون ما هو العدد الذي سنقوم بكتابته هنا لدينا رقم عشرات الألاف ثمانية رقم عشرات الألاف تسعة رقم عشرات الألاف ثمانية إذن نقارن ما هو العدد الأصغر هل لدينا تسعة وثمانون ألف وستمائة واثنان وثلاثون أم تسعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وخمسون إذن هنا لدينا ثمانية ثمانية تسعة تسعة ستة ستة ثلاثة خمسة إذن هنا لدينا نقال 89602 و3 نقوم بكتابته وهو العدد الثالث ثم لدينا 89654 ثم لدينا 9654 إذن فيما يخص الترتيب يكون هذا كذا لدينا ثانيا التمرين الأول ثانيا أحصر العدد الذي عشر عدد عشراته 8965 لدينا بين عشرتين متتاليتين ثم بين مئتين متتاليتين نبحث عن العدد أولا هل قال لنا أحصر هذا العدد؟ لا قال لنا العدد الذي عدد عشراته عدد عشراته وهو 8965 إذن في كل عدد نحدد عدد العشرات مثلا هنا لدينا عدد العشرات في العدد الأول نبحث عن مرتبة العشرات وهي اثنان نمشي هكذا عدد العشرات وهو 7342 هل هو العدد المطلوب؟ لا رقم العشرات هنا ثلاثة رقم العشرات ثلاثة عدد العشرات ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وستون هل هو المطلوب؟ لا وهنا لدينا رقم العشرات اثنان هذا العدد يبدأ بخمسة إذن لدينا عدد العشرات ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنان واربعون أيضا لا إذن هنا لدينا العدد المطلوب الذي طلب مني أن أقوم بحصره بين عشراتين ثم مئتين وهو هذا العدد نتأكد إذا صحيح أم لا لدينا رقم العشرات خمسة لإيجاد عدد العشرات يعني نأخذ الأرقام هكذا خمسة ستة تسعة ثمانية خمسة ستة تسعة ثمانية إذن نقوم بحصره بين عشراتين ثم بين مئتين لحصره أولا بين عشراتين مئتين تابعوا معي نحدد رقم العشرات هنا قال بين عشراتين نحدد رقم العشرات لدينا خمسة لدينا هنا الجهة اليسرى ولدينا الجهة اليمنى في الجهة اليسرى أأخذ الأرقام هكذا وأقوم بكتابتها ثمانية تسعة ستة خمسة ثم رقم الوحدات رقم الوحدات هنا أقوم بكتابته سفر جيد الآن هنا ماذا سأكتب؟ هذا العدد أضيف له عشرة هذا العدد أضيف له عشرة ماذا النتيجة؟ ماذا؟ لدينا هكذا نكتب تسعة وثمانون ألف وستمائة و ماذا يا أبطال؟ وستون أحسن بالنسبة لحصره بين مئتين ماذا سنفعل؟ نحدد رقم المئات رقم المئات ستة أأخذ الأرقام هكذا ثمانية تسعة ستة ثمانية تسعة ستة يبقى رقم العشرات والوحدات رقم العشرات والوحدات نكتب سفر سفر في هذا الطرف ماذا سنفعل؟ قال لنا بين مئتين يعني أضيف مئة أين أضيف مئة؟ نكتب هكذا بالقلم الرصاص أو في الورقة المسودة زائد مئة النتيجة نقوم بكتابتها هنا إذن هكذا قمنا بحصره بين عشرتين متتاليتين ثم بين مئتين متتاليتين لدينا ثالثا قارن بين العدد الذي رقم عشراته ثلاثة والعدد الذي رقم آلافه السبعة نحدد هنا قال بين العدد الذي رقم عشراته ثلاثة أين هو رقم العشرات؟ لدينا وحدات عشرات إذن هنا بين يعني العدد الأول تسعة وثمانون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ولدينا العدد الثاني لدينا رقم آلافه السبعة ما هو؟ وهو سبعة وثلاثون ألف واربعمائة واثنان واربعة إذن قمنا بكتابة العدد الأول والعدد الثاني قال لنا قارن يعني أضع علامة أصغر أم أكبر أم يساوي نحدد أولا كم من الرقم لدينا في العدد الأول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن الآن للمقارنة نبدأ من اليسار لدينا هنا ستة ولدينا ثلاثة نبدأ برقم عشرات الآلاف ستة أكبر أو يساوي أو أصغر من ثلاثة ستة أكبر من ثلاثة إذن هذا هو العدد الأكبر ونتذكر ما كنا نقوم به في السنة الثانية ابتدائي نعطيه كم من نقطة نقطتين العدد الأصغر أعطيه نقطة ونقوم بالتوصيل هذا ما كنا نقوم به في السنة الثانية إذن الآن لدينا أربعة أحسب الفرق بين أكبر وأصغر أحد من بين الأعداد أكبر عدد وهو تسعون ألف وستمائة واربعة وخمسون يعني العدد الأخير بعدما قمنا بترتيب الأعداد هنا ترتيبا تصاعديا لدينا العدد الأصغر وهو العدد الأول الذي قمنا بكتابته سبعة وثلاثون ألف واربعمائة وواحد وعشرون أحسب الفرق يعني أضع عملية ماذا يا أبطال عملية طرح أم جمع عملية طرح أحسنتم فاشترى قميصين بألف وخمسمائة دينار جزائري للقميص الواحد وقبعة بسبعمائة وخمسون دينار جزائري واحداء بخمسة ألاف وسبعمائة وخمسون دينار جزائري مطلوب مني أولا أحسب ثمان مشتريات أحمد ثانيا ما هو المبلغ الذي بقي عند أحمد إذن هنا يا أبطال طلب مني أولا نقوم بحساب ثمان مشتريات أحمد نحدد أحمد اشترى ماذا يا أبطال اشترى قميص كم لدينا من قميص اثنان اشترى قبعة واشترى حذاء ثمان القميص الواحد لدينا ألف وخمسمائة القميص الثاني ألف وخمسمائة القبعة سبعمائة وخمسون الحذاء خمسة ألاف وسبعمائة وخمسون ثمن المشتريات يعني نقوم هنا بجامع ماذا يا أبطال بجامع الأعداد أحسنتم ألف وخمسمائة ثمن القميص الأول زائد ألف وخمسمائة ثمن القميص الثاني زائد ثمن القبعة زائد ثمن الحذاء إذن وضعنا عملية الجامع قمنا بترتيب الأعداد لدينا الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات ولدينا الآلاف تحت الآلاف للحساب هنا يا أبطال نبدأ أولا بعمود الوحدات ثم عامود العشرات لدينا 5 زائد 15 نحتفظ بالاحتفاظ هنا فوق عامود المئات ثم لدينا 1 زائد 5 زائد 5 زائد 7 زائد 7 كم يساوي يساوي 25 ثم لدينا 2 زائد 1 زائد 1 زائد 5 ويساوي 9 جيد الآن نقوم بكتابة العملية أفقيا بعد ذلك نجيب عن ما هو مطلوب مني إذن 8 مشتريات أحمد كم وهو 9500 دينار جزائري دائما نضع الوحدة دينار جزائري لدينا الآن السؤال الثاني ما هو المبلغ الذي بقي عند أحمد كيف سنجيب عن هذا يا أبطال ما هي العملية التي سأضعها إذن نضع أولا المبلغ الذي كان يملكه أحمد كم 10 ألاف دينار جزائري ثمان المشتريات 9500 دينار جزائري إذن هنا نقوم بعساب الفرق يعني أضع عملية طرح إذن الآن بعد وضع العملية لدينا 0 ناقص 0 يساوي 0 0 ناقص 0 0 ناقص 5 غير ممكن في هذه الحالة إذا قمت بإضافة 1 هنا و1 هنا بحيث لدينا هنا 10 10 ناقص 5 يساوي 5 وهنا لدينا 0 ناقص 9 ناقص 9 زائد 1 ناقص 10 غير ممكن نقوم بإضافة 1 يصبح لدينا 10 ناقص 10 0 ثم لدينا 1 ناقص 1 0 وهذا هو المبلغ الذي بقي عند أحمد وهو 500 دينار جزائري إذن الآن نمر إلى الجزء الثاني الخاص بمادة اللغة العربية إذن لدينا التمرين الأول ضع خطا تحت الفعل المضارع الحصة الخاصة بشرح الفعل المضارع كيف يميز التلميذ بين الفعل المضارع والماضي أيضا أنواع الكلمة سأضع لكم الروابط في صندوق الوصف لدينا الجملة الأولى الجندي يدافع عن بلده إذن هنا نقول يدافع لدينا فعل مضارع لماذا لم نقول لدينا فعل؟ لأن الفعل لا يقبل التعريف لدينا عن بلده إذن هنا لدينا حرف جر وهنا لدينا فعل لا جيد عن بلده لدينا يهتم الأب بالأبناء الأب لدينا اسم بالأبناء اسم إذن هنا يهتم هل لدينا فعل مضارع؟ نقول سيهتم سوف يهتم إذن هنا لدينا فعل مضارع لدينا الجو معتدل والسماء صافية هنا نلاحظ لدينا ألف ولام لدينا تنوين لدينا ألف ولام لدينا تا هل يوجد علامة من علامات الفعل لا هل يوجد فعل في الجملة الثالثة لا لدينا قال أحمد سأقرأ كتابا أو قصة قال الكلمة هنا لدينا فعل قد قال لدينا فعل نعم لكن هنا قال هل لدينا فعل مضارع نقول سقال سوف قال ما هذا يا معلمتي إذن هنا هل لدينا فعل مضارع لا سأقرأ قلنا إذا وجدنا كلمة هكذا سأكتب سوف أكتب إذن هنا لدينا أكتب فعل مضارع إذن لدينا هنا أقرأ فعل مضارع لدينا التمرين الثاني أعرب ما يلي مطلوب مني هنا أن أقوم بإعراب الكلمة الأولى قال ولدينا أقرأ للإعراب هنا نحدد نوع الكلمة هل لدينا فعل اسم حرف قال نقول قد قال لا إذن لدينا فعل ماضي جيد نقول هنا فعل ماضي مبني فعل ماضي مبني نكتب هذا أولا ثم بعد ذلك ننظر إلى الحرف الأخير حركة الحرف الأخير لدينا هنا فتحة نكمل نقول فعل ماضي مبني على الفتح لدينا أقرأ أقرأ نوع الكلمة لدينا فعل اسم حرف لدينا فعل فعل ماذا يا أبطال لدينا فعل مضارع مرفوع جيد نكمل وعلامة رفعه ننظر حركة الحرف الأخير لدينا ضم إذن نقول هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ولدينا هنا نقول مبني على الفتح إذن لدينا التمرين الثالث كون من الأفعال التالية ثلاث جمال مع تصريفها في الزمن المضارع لدينا الأفعال شرحة لعبنا هاجرت مطلوب مني أن أقوم بتحويل هنا من الزمن الماضي إلى الزمن المضارع أولا لدينا شرحة في الزمن المضارع ماذا نقول؟ يعني الحاضر نقول يشرح لعبنا نقول نلعب هاجرت نقول تهاجر جيد لدينا الجملة الأولى يشرح المعلم الدرس نلعب في فناء المدرسة إذن الآن لدينا التمرين الرابع أكمل ملء الجدول إذن لدينا هنا المفرد المتكلم لدينا الجمع المتكلم عندما أقول هنا المفرد المتكلم يعني أنا ولدينا الجامع المتكلم يعني نحن لدينا هنا أنا ذهبت إلى النادي نحن ماذا أقول؟ ذهبنا إلى النادي جيد لدينا سافرنا بالطائرة من؟ نحن أنا ماذا أقول؟ أنا سافرت بالطائرة لدينا الجملة الثالثة أكلت ثم راجعت دروسي من؟ أنا أتكلم عن نفسي أنا أكلت أكلت ثم راجعت دروسي ولدينا نحن ماذا نقول؟ أنا وأختي عائشة نقول نحن أكلنا ثم راجعنا هل أقول دروسي هنا؟ لا نقوم أيضا بتغيير الكلمة جيد إذن لدينا التمرين الخامس أكمل بما يناسب لدينا عائشة كاف الجمالي هنا في هذا الأسبوع في حصة السياق تعرفنا على سيغة التشبيه واستعملنا أداة التشبيه حرف الكاف جيد كما قلنا لحية جدي بيضاء كالفلج إذن هنا لدينا عائشة كاف الجمالي هنا نشبه عائشة لماذا؟ نقول كالقمر في الجمال لدينا اللاعب كالفهد في في ماذا؟ يشبه الفهد في أي شيء كما نعلم الفهد سريع جدا إذن هنا نقول اللاعب كالفهد في السرعة لدينا التمرين السادس أكتب مراد في كل كلمة إذن لدينا هنا تناهز عزمت ولدينا مفطورة وهذا ما تعرفنا عليه في حصة نص القراءة جدتي لدينا بعد ذلك صرف الأفعال التالية مع ضمائر المتكلم ضمائر المتكلم لدينا أنا ولدينا نحن إذن الآن نقوم بتصريف الفعل الأول تبرع الفعل الثاني تطوع ولدينا الفعل الثالث تصدق إذن قبل من نكمل الحصة هنا لدينا التمرين الثالث الخاص بمدة الرياضيات لدينا صحيح الخطأ هنا لدينا العملية الأولى يوجد في العملية الأولى خطأ نطلع من التلمذ أن يقوم بتصحيح الخطأ في العملية الثانية أيضا يبحث عن الخطأ أولا أين هو ويقوم بعد ذلك بالتصحيح ولدينا أيضا في العملية الثالثة والعملية الرابعة هنا مطلوب من الأبطال كل تلميذ يقوم بتصحيح الخطأ أن يشارك هذا في صفحتي على الفيسبوك راجع دروسك مع بشرة أمل أو في المجموعة راجع دروسك مع بشرة أمل السنة الأولى الثانية الثالث الرابعة ابتداء مجموعة على الفيسبوك أيضا مشاركة حل التمرين وسأقوم بتصحيح التمرين إن شاء الله إذن هذا فيما يخص حصة اليوم دمتم سالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته